اشتركوا في القناة مشيدا بدور جلالته في بناء وتطوير هذا الصرح الوطني ورعايته لهذه المؤسسة الوطنية وما تقوم به من دور في حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته وانجازاته واكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ان هذه المناسبة الوطنية وما بلغته قوة دفاع البحرين من مستوى رفيع من حيث القوة والكفاءة ضباطا وافرادا وعتادا يبعث على الفخر والاعتزاز لتضيف الى ما تحقيقه مملكة البحرين من انجازات كبرى في عهد جلالة الملك الزاهر داعيا المولى العلي القدير ان يمتع جلالته بمنفور الصحة والعافية وان يمكن مملكتنا الغالية من تحقيق المزيد من التقدم والنماء بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه